تلتقى السيد رئيس عبدالفتاه حسيسي اليوم مع الرئيس الفرنسي إمانوال منقصر الإليزي في العاصمة الفرنسية باريس صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن الرئيس الفرنسي رحب بزيارة السيد الرئيس إلى باريس مجددا وأكد على تقدير فرنسا لمصر على المستويين الرسمي والشعبي واعتزازها بالروابط التاريخية التي تجمع ما بين البلدين الصديقين والتزيز فرنسا بتعزيز مسيرة العلاقات الثنائية المشتركة في مختلف المجالات أيضا ضعم قدرات وجهود مصر بقيادة السيد الرئيس لمكافحة الإرهاب والفكرة المتطرف تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها من جانبه أكد السيد الرئيس حرص مصر على تدعيم وتعميق الشرق الاستراتيجية الممتدة مع الجمهورية الفرنسية التي تمثل ركيزة هامة لحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط معربا سيادته عن التطلع لتعظيم التنصيق والتشاور مع الجانب الفرنسي خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف القضايا الإقليمية كذا ملفات التعاون الثنائي خاصة الأمنية والعسكرية في ضوء التحديات الكبيرة على الصعيد الإقليمي الذي يتسم بالاضطرابات والصرعات وأوضح المتحدث والرسمي أن اللقاء شاهد التباحث حول سبل تدعيم أطر التعاون الثنائي ما بين البلدين الصديقين على شتى الأصعدة لسيما على المستويين الاقتصادي والتجاري من خلال زيادة حجم الاستثمارات الفرنسية خاصة أن فرنسا تعتبر واحدة من أهم شركاء مصر داخل القارة الإفريقية فضلا عن الفرصة الكبيرة حاليا للتواجد في السوق المصرية للاستفادة من البنية التحذية الحديثة وتحصن مناخ أداء الأعمال بينما أشهد رئيس الفرنسي من جانبه بالخطوات الناجحة لعملية التنمية الشاملة في مصر والمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها مؤكدا حرص فرنسا على مساندة جهود مصر التنموية ودعمها في كافة المجالات من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك كما شهد اللقاء تباحث حول عدد من الملفات الإقليمية لسيما تطورات الأوضاع في كل من منطقات الشرق الأوسط وليبيا وسوريا حيث أكد سيد الرئيس في هذا الصدد أنه لا سبيل لتسوية تلك الأزمات إلا من خلال الحلول السياسية بما يحافظ على وحدة عرضيها وسلامة مؤسساتها الوطنية لتوفير الأساس الأمني لمكافحة التنظيمات الإرهابية ومحاصرة عناصرها للحلولة دون انتقالها إلى دول أخرى بالمنطقة من جانبه أعرب الرئيس مكو عن تطلع فرنسا لتكثيف التنسيق المشترك مع مصر حول قضايا الشرق الأوسط ذلك في ضوء الثقل السياسي المصري في محيطها الإقليمي مشهدا سياق بالجهود التي تبدلها مصر لدعم مساعي التوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة كما استعرض الجانبان مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام في ظل التطورات الأخيرة حيث أعرب الرئيس الفرنسي عن تقدير مده البالغ تجاه الجهود المصرية ذات الصلة مبديا تطلعه لاستمرار التشاور مع مصر في هذا الخصوص قد أكد السيد الرئيس موقف مصر ثابت في صدد بوقف أعمال العنف في أسرع وقت ممكن توصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة والمرجعيات الدولية وأضف المتحدث الرسمي أن لقاء تطرق كذلك إلى قضية سد النهضة حيث أكد السيد الرئيس تمسك بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني منصف وملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف مشددا سيادته على أن مصر لن تقبل بالإضرار بمصالحها المائية